في الشان السوري قتل خمسة مدنيين بينهم عائلة من ثلاثة أشخاص خلال الساعات الأربع عشرين الماضية في قصف لقوات نظام الأسد على مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين وفي سوريا جنوب دمشق وعلى أحياء أخرى أيضا مجاورة وقال المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا إن ألوف المنازل دمرت في مخيم اليرموك خلال الأيام الأربع الماضية وأضاف أن اليرموك تحول إلى مخيم للموت أو تحول إلى مخيم للموت نتيجة الغارات المستمرة قرب العاصمة دمشق